ترى عندك نفس القدر من الشجن في الملف ده وفكرة ان احنا مش مشاركين؟ اكيد طبعا يعني اكيد كل واحد كان بيتمنى ان منتخب مصر يكون موجود في كاس العالم اكيد بيدي يعني بيدي حاسة كده خاصة او يدي احساس مختلف لأي مصر بلده بيبقى موجودة في كاس العالم لكن انا شايف برضو انا بتكلم دايما فني يعني حتة الفني انا شايف ان حظنا وحش ان احنا قابلنا السنغال اه ممكن يكون في اخطاء طبعا اكيد في اخطاء ادارية او كده ولكن انا شايف فنيا لو مصر كانت قابلت اي منتخب غير السنغال كنا هنبقى نسبة وصلنا اكتر من كده لان منتخب السنغال يعتبر واحد من المنتخبات يعني هو المصنف رقم على العالم 18 حاليا تصنيفه رقم 18 على العالم منتخب كل الناس في التوقعات المرشحة ان هو ممكن يوصل على حساب كل عمر السنغال منتخب قوي الحقيقة وخاصة في الجيل ده خاصة في الجيل الحالي مع بقيادة سادي ومانيه واللعيبة كلها دلوقتي اغلبهم محترفين في الدورة الانجليزية وعندهم لعيبة في بيراب مينخ وباريستان جرمان وعندهم اتنين في تشيلسي فالجيل ده انا شايف ان لو كنا قابلنا حد تاني لو كنا قابلنا تونس المغا يعني اي حد من الكودفور الكاميرون كنت تقدر ان انت تسعد ولكن انت حظك برضو ولكن يعني ده توفيق يعني سو توفيق لنا وان شاء الله يعني نحاول بقى ان احنا نبني ونخطط ونحاول ان احنا نقلل معدل الاعمار الموجودة حاليا ده اللي مفروض يكون في خطة اللي احنا نتكلم فيه ان لازم الفترة الجاية يكون في خطة اعداد جيل موجود من خلال منتخب الشباب منتخب الشباب اللي هو موجود دلوقتي في 2006 مع كابتن محمد وهبة و2003 منتخب 2003 ومنتخب 2001 منتخب الولومبي لازم ان انت في الفترة دي تعمل جيل كويس وتشوف اللعيبة اللي ممكن لما بعد 4 سنين هيبقى معدل عمرها كبير تقدر ان انت تتجنبها في الفترة دي او تقلل مبارايتها تبدأ ان انت تدي للعيبة صغيرة حتى لو تدريجيا في المبارايت دي في خلال السنين بحيث ان هم لما يوصلوا بعد 4 سنين يبقى عندهم زي ما بنشوف النهاردة انجلترا وبنشوف ألمانيا وبنشوف وحنتكلم دلوقتي على قائمة اللعيبة أصغر اللعيبة في المونديان